اللي كان يحكي فيها سعيد أولاً ساعة لمسألة التنبيه على إذا عدي وانا فهم لا أعتقد أنه هذا انسحب ربما منعرش على الأقل انسحب أم لم ينسحب على مؤسسات أخرى عن مؤسسة عمومية أخرى زادة قدمت خطاب المرشح من المعارفة ولكن فيما بعد تم سحب البرقية هذه وصار جدل وحتى بيانات حولها وهنا نتحدث على المرشح اللطفي المرايحي اللي تم يعني تم ذكر تم إرسال البرقية فيما بعد تم سحبها وصارت ذجة كبيرة حولها النقطة الثانية هي في علاقة بعدد المرشحين الكبير فاعتقادي أنه هذه تقريباً أصبح عادة سياسية وبدعة سياسية تونسية 2019 زادة شهدنا 98 جدل الاستمارة من هيئة الانتخابات فيما بعد طبعاً تمت الغربلة وخرجنا تقريباً بـ 27 مرشح اليوم زادة نشوفه 92 مرشحة فما مرشحين يضر عندهم لذة حتى أنهم يراوا أكتيتر هذاك بتاع مرشح للانتخابات الرئاسية لكن هذي راغبين في التراشح بضبط لا لا هم يحطوا مرشح يعني أنا نعرف برشح يقدموا أنفسهم مرشح رئاسي يعني مع الأسف هذا تقريباً استسهال لاستحقاق مهم جداً استحقاق رئاسي لكن أعتقد أنه طبعاً سيتم غربلة المرشحين هذو ما فيهم اللي ما يستجيبش الشروط التراشح وما إلى ذلك فيهم اللي ربما سينسحب من تلقاء نفسه ولكن على الأقل أحنا نتمناه أنه ما يتكونش فما غربلة مواجهة للمرشحين هذو ما خاصة في علاقة بالبطاقة على تلافة ورينا حتى فيديوهات ورينا تدخلات تلفزيونية من المفحكات المبكيات ومع الأسف هنا ما ريناش حتى تعليق من وزارة داخلية فما شخص أعلن على رغبته في التراشح لانتخابات الرئاسية وقال أنه بعد ما سحب البطاقة على تلافة اتصل به رئيس المركز وقال له يعني رجع لي البطاقة على تلافة فهذا مهم جدا حسب كليمو هو والفجولي حبته إلى حين أنه ربما وزارة الداخلية ولا منعرف يوضح في النقطة هذي هذه عنا الرواية من ترافة بغبت وهذا علاقة أنا قلت يجب تكون فيما توبيح راسمي رفعا رفعا لكل لبس في علاقة فما بالناس أعربوا علنياتهم في التراشح وهم من السجون وهنا أتفق مع زياد أولا يلزم السباق هذا يكون مفتوح للتوانس الكل اللي يستوفوا الشروط ثانيا يلزم على الأقل هي اليوم أصلا الاستحقاق هذا فما انتقادات كبيرة حوله وشكوك كبيرة حوله مهمش علش مش نزيدوا أكثر شكوك يلزم تكون فما التسهيلات في علاقة بالمرشحين المحتمرين هذوما على الأقل ويكون فما استسهيل أكثر في التعامل معهم خاصة أنهم تقريبا أنا نجم نقول أنهم هما المنافسين الجديين اليوم على كرسي الرئاس